السلام عليكم ازايكم عاملين يا ربكم بخير معاكم ميسوف الشبراوي والنهاردة فيديو جديد ان شاء الله هنقول فيه الموديلات الجديدة اللي جات لنا وهنقول فيه اخر تحديثات للأسعار بإذن الله واخر العروض اللي احنا عملنا ومواعيذ انتهاء العروض دي بإذن الله قبل ما ردي الفيديو ما تنساش تتعامنا بلايك ولو انت اول مرة تشوفنا باش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك دايما كل فيديوهاتنا اول باول هنبدأ على طول بمقاسة 23 بوصة وهنفضل المتدرجين ان شاء الله حد مقاسة 27 بوصة نبدأ بمقاسة 23 بوصة واول شاشة معانا الدل البيت 2317 اتش عرضناها في كذا فيديو قبل كده شاشة من الشاشات المحترمة جدا من الموديلات الحديثة فضل الله العدد اللي موجود منها كله عندي 2018 وفيه حاجات كمان اواخر 2018 وحاجات اواخر 2017 يعني احدث الانتاجات من الموديل ده لان دي بدأ انتاجها من 2018 شاشة دي بستتميز انها الفريم بتاحها صغير جدا اسمها هاف فريم بيبقى بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده فريم صغير بسيط جدا شاشة دي بتيجي بمقاس 23 بوصة مع اضاءة ال اي دي وبانال اي بي اس بتيجي بس ار جي بي خمسة وتسعين في المية وادوب ار جي بي اربعة وسبعين في المية بالنسبة للمداخل اللي موجودة في الشاشة فيها اتنين يو اس بي تو من هنا وفيها اتنين يو اس بي فري من هنا شاشة مش شاشة المحترمة جدا واللي احنا عرضناها في كزا فيديو قبل كده بتيجي بالستند المعدن كده المتحرك شاشة طبعا طبعا كل استندات اللي بنعرضها بتبقى الاستندات المتحركة تقدر تنزل للشاشة تلاحها تلافها شمال او توقفها بزاوية تسعين درجة اللي هو بالشكل بقى كده والشاشة دي اول شاشة معينا عامل الف وخمسمائة الجنيه طبعا انا ماشي بالشاشة الفريم بعد ما بخلص الشاشة الفريم بيدخل على الشاشة الفريم اللي هي بدون حواف خالص تمام عشان الناس بفهمها الفيديو ماشي ازاي تاني شاشة معينا الاتش بي برضو دي معروض على القناة في كزا فترة قبل كده شاشة دي بتيجي بماية سربعة وعشرين بوصة لكن دي بتيجي بابعاد ستاشر على عشرة يعني بتيجي بروزولوشن فول اتش دي الف تسعمية وعشرين في الف وامتين مش الف وتمانين البانل بتاع الشاشة دي بانل مشترك صنع شركة اه جوجل وشركة سامسونج بتيجي باس ار جي بي تسعين في المية وادوب ار جي بي خمسة وستين في المية والاضاءة بتاعتها طبعا ال اي دي وبتيجي بروزولوشن اه فول اتش دي ما قلنا من شوية بتيجي بالاستاند القصي زي ما احنا شايفين كده برضو نفس الفكرة متحرك تقدر تنزل الشاشة تطلحها تلفها يمين وشمال الناس اللي بتسألني هو الاستاند بيلف كله ليه ده اللي ان فيه دوارة بتبقى موجودة من تحت. الدوارة دي هي المسئولة انها تخلي الاستاند يلف على السطح. يعني فيه شاشات زي الدل اللي عرضناها العمود ذات نفسه هو اللي بيلف. يعني الشاشة دي المربع اللي تحت فابت لكن العمود هو اللي بيلف. لكن الشاشة دي الدوارة بتحرك الاعداء بالشاشة بكل حاجة. تمام? الشاشة مشتر محترمة جدا ودي عاملة الف ربعمية وخمسين جنيه. ندخل بقى بعد كده على وحش الاربعة وعشرين بوصة الغنية عن التعريف الاربعة وعشرين ايه. ولأول مرة. لأ مش اول مرة هي جات قبل كده مرة على القناة. لكن اللي بيشتري الشاشة دي واللي متابعها في السوق. عارف انك تشتريها باعداتها الاصلية دي حاجة ندرة. شاشة دي اعداتها الاصلية فعلا حاجة ندرة وانتك كتيرة بتصالة بيقول لها مثلا ده مشوف عندك شاشات كتيرة بتيجي باعدة الموديل اه الا الشاشة دي. فعلا هي عندي او عندي غيري صعب جدا الشاشة دي تيجي باعدة بتاعتها ومعرفش لها ولا يلة جدا من السوق. هقول لكم اضطي كل تفاصيل الشاشة وهوضح لكم برضو القاعدة بتمشي ازاي الدنيا مش ازاي برضا عشان النقطة دي مهمة جدا. شاشة دي اول حاجة الاتش بيز دي اربعة وعشرين اهي. دي اربعة وعشرين بوصة. اللي ادي اي بي اس برضو اي اتش اي بي اس بي اس يعني بدل هنا برضو بدل مصنعاء الي جي وسامسونج. اه بيجي باس ار جي بي بقى تسعة وتسعين في المية. وادوب ار جي بي ودس بلاي بورد. مع اربع مداخل من نوع يو اس بي تو. طيب. امتى اشتري دي? وامتى اشتري دي? طبعا دي ارخص بخمسين جلي من دي. دي اس ار جي بي او دقة الارون فيها تسعين في المية. انا ما دي تسعة وتسعين في المية. انا بقول بصراحة بما يرضي لا انت لو واحد هتشغلها تلفزيون هتاخدها تشغلها العاب اه بدء لسه بتبدأ منتاج وغرافيك خليك في دي. يعني الموضوع مفيش فرق يعني اللي اس ار جي بي يعني مهتمة بكل دقة وكل نقطة في الالوان هتخليك في دي. تمام? لان دي بالف وخمسمية ودي بالف وربعمائة وخمسين والفرق بينهم خمسين جلي والفرق في الاس ار جي بي لو هو دقة الالوان. دي تسعين في المية دي تسعة وتسعين في المية. في بقى نقطة عايزة اوضحها. عشان وانا بشتري الشاشات دي اصلا هي بش بتيجي بالاعدة الاصلية. لو عدينا شريعة لوحدها. هنا مثلا لما بنشتري الشاشة بتجينا بقى وعب برضو متحركة يا جماعة عشان برضو الناس بتسألني يعني دي مثلا قعدة اصلية. دي قعدة اصلية برضو. لكن قعدة بتاعت موديلة تاني. يعني فيه ناس بتسألني اي الفرق ما بين مثلا وانا بشتري شاشة بش باعدة الموديلة وشاشة باعدة الموديلة. مفيش اي فرق. هو برضو بيبقى هو بس ما دخله زوقية وشكل مش اكتر يعني. يعني دي برضو قعدة برضو بتمزل وبتطلع وبتلف يمين وشمال وكل الحاجة نفس الاعدة الاصلية. لكن بس هو فكرة اختلاف شكل. يعني مثلا الشاشة لما بتيجي بعدتها الاصلية. مثلا بقى بيبقى من وراء مكتوب الحاجة شكلها بصراحة بيبشيك لان هي معمولة بتاع الشاشة بتركب على طول مغير المصامير. طيب انا لواء دي انا شلال لوحدة يا جماعة. انا شلال ان فيه ناس هو انهم بيحبوا يشتروا الحاجة بعادة الموديلة بزبطه والكلام ده كله. طبعا ده معروف ان في الوسترات بش كل حاجة لازم تكون بعادة الموديلة. لكن فيه ناس بتحبك كده فانا بحب بوفر لهم الحاجة. فالشاشة اللي هي بش بالاعدة بتاعت الموديلة ب الف وخمسمية. النبع اللي هياخد شاشة باعدة الموديلة هيدفع خمسين جنيه زيادة. هو رقم بسيط. وانا بشتري الاواعد حسبتها. ولكن لما حد يدفع خمسين جنيه زيادة ده رقم بسيط. والاواعد الاصلية اصلا اقرابة تخلص. يعني انا بقى ليه كتير اصلا بمسترم الشغل ده ما صورتش ليه فيديو ففي ناس حان بلوف فضل لكتير جمب افتلموا الشاشة بالاا بالاعدة اللي هي بتاعت الشاشة ذات نفسها. ايه الشاشة هايزة ما احنا شايفين. وديه الاعدة بتاعتها. الف وخمسمية شاشة لو بش بعدتها الاصلية. اللي هي اعدة متحركة يعني. ويهي بالف وخمسمية وخمسين لو بالاعدة الاصلية بتاعتها. لو انت باعي الشاشة تشغلها تليفزيون. ده من افضل الموديلات اللي بنرشحها. دي اسمها اتش بي زد اار اربعة وعشرين اربعين دابلو. شاشة دي تتيجي بماية في اربعة وعشرين بوصة اللي ادي اي بي اس و رزولوشن فول اتش دي الف تسعمائة وعشرين في الف وممتين. ناس ال اتش بي زد اللي احنا لسه عرضنا بس لدي تتيجي بس رجي بي ستة وتسعين بش تسعين في المية. لكن المميز فيها ان هي فيها اتش دي. يعني فيها دي اتش دي دي سبلي بورد فيها اتش دي مباشر. اللي جاي من الشاشة دي يا جماعة هذا بسيط جدا. بس ملحوظة اللي جاي فرز تاني خفيف. انا بص عشان بس ايه? الله يسمحهم والتجار يعني شوهوا كلمة فرز تاني خفيف. بص يا جماعة. عشان انا شفت بشوف الناس بيصور لي مصايب. يقول لي الراجل بيقول لي فرز تاني خفيف. احنا عندنا في الشغل بتاعنا في فرز اول تمام? في فرز اول خفيف بس المصطلح ده محدش كتير بيفتخدمه. اللي هو بيبقى فرز اول خفيف ايه? اللي هو خربوش بسيط اوي. قد ربع دفرك مثلا. دي بتتحسف فرز اول. في فرز تاني خفيف مثلا ان شاشة بيكون فيها خربوش مثلا هو هوضح لكم حجمه عشان الناس يفهم يعني فرز تاني خفيف. يعني مثلا خربوش مثلا من هنا مثلا لهنا. دي كده اسمع فرز تاني خفيف. بيبقى خربوش بسيط اوي. ممكن يكون فيها فرز تراب خفيفة. ديت بيكسلاية. يعني زراتين تراب بتزرر ان زر واحدة برضو تعتبر فرز اول. فالحاجات اللي هي مثلا خفيفة اوي يعني مثلا انت بقى ليس شاشة واخدها خربوش كده او خربوش كده لا دي ما اسمع فرز تاني خفيف. اسمع فرز تاني. تمام? طيب هل الفرز التاني يؤثر على العمر الافتراضي لشاشة? يعني انا يوسف لما اشتري شاشة مثلا فيها خربوش كده. هل دي اثر على العمر الافتراضي? انا بكل بساطة بجاوب الناس بقول لهم انت الوقتي معاك موبايل. اسكينة الموبايل ما حدش فينا اسكينة الموبايل بتاعها مش متخربشة. هل الخربشة اللي على اسكينة الموبايل دي اثرت على الموبايل بتاعك? اللي جابها هنا لا. ليه? لان هي حاجة في السطح مالهاش علاقة بالازازة من جوة او البنل من جوة او البردة من جوة. فدي حاجة لا تؤثر على الشاشة. تمام كده? فالشاشات اللي جاية من الموديلة ده كلها فرز تاني خفيف بس خفيف او زي ما بقول لكم كده حاجات ببسيطة جدا يعني. عاملة كام? نهاردة الفرز الاول من الشاشة دي وصل الف سبعمائة وخمسين. في الناس بيباحة بالف وثورة امنمية لان هي فائدش دي وبانا الاي باس. دي احنا ممكن نطلحها للناس بالف ربعمائة وخمسين. تمام? زي ما بقول لكم فرز تاني خفيف والله فيه محلات ببقى حاجات دي عناها فرزة اول. الف ربعمائة وخمسين بالاعدة. مش عاية في الاعدة هيبقى نصف مية جنيه. يبقى تاخدها تلفزيون بالف ترتمائة وخمسين زي ما هي كده من غير اعدة. ماشي كده? دي كده مفيش من اعدة كبيرة بس انا حبيت برضو ايه اعرضها. وعلى فكرة فيه منها الاثنين وعشرين برضو عدد مش كبير. فرز تاني خفيف برضو. زر التراب خفيفة خربوش بسيط. واللي اتنين وعشرين بوصة منها بالاعدة هنحسبها الف ومتين. يبقى الاربعة وعشرين اه الف ربعمائة وخمسين بالاعدة والتنين وعشرين بألف ومتين بالاعدة. دي برضو نفس الموديل اللي هي الاتش في زد ار اتنين وعشرين اربعين دابليو. تمام كده? ندخل بقى على الشاشات الرخيفة. اللي الناس بتحب تشتريها لو هتشغلها تليفزيون كمبيوتر العاب تففح كلام من ده كله. معنا بقى الاثر. الاثر دي تايواني. يعني كتصنيع من تايوان لكن هي بتيجي من المانيا. بتيجي بماسة اربع وعشرين بوصة مع اضاءة دي دي بقى مش بناء يعني دي لو واحد شغال في مونتاج جرافيك ديزاني كان ده كله دي ما تنفعهش. دي بتيجي بروزيروشن فول اتش دي الف وتسعمائة وعشرين في الف وتمانين. تنفع لو حد بيخدها بيلعب عليها. واحد واخدها بيذكر عليها. تنفع تليفزيون لانها في سماعات داخلية. هي نعم صوتها مش قوي قوي لكن فيها سماعات احسن من المفاش خالص. وبتيجي برضو بالاستاند الاصلي اللي هو الاستاند المتحرك بتنزل كده بتطلع تلف يمين تلف شمال زي ما احنا شايفين هاي. شاشة من الشاشات المخترمة جدا. هناك وحمد الله فضل لا بقى لي فترة بنزلها والناس كتير اخدها وبتشكر فيها. دي عاملة كام? عاملة الف ومت جنيه. انا والله في الناس بيتيجي تاخدها مني بيقول لي بينزلوا المولات وكده بيسمعوا في التسعتاشر تمنمية وتممية وخمسين. فالشاشة دي فعلا منافسة. انا عارف ان سعرها بالنسبة انتو شايفين بعرض حاجات ب الف وخمسمية. فهي بالنسبة لراحزة شغالة تليفزيون سعرها ممتاز. يعني انت بتتكلم هدفع الف ومي جنيه. هتاخد شاشة اربعة وعشرين بوصة. و ال اي دي و ال رزلوشن فل اتش دي وفاسة مع الداخلية. بنقول بكبلها مثلا لو دي فاي اتش دي بمية وستين جنيه الى القبل بستين. كل كلمة الناس بتاخدها في العرض بتاعلي اني فيه. باقول قلت الكابل بستين جنيه. يعني انا قلت كابل الواحد وبقول سيعر بستين جنيه. بعد كده بقول يعني انت هتدفع معالشاشة يعتبر الف وتلتمية. واقفض الف وتلتمية واشنبقول يعتبر. الناس كلها اتصادت كلمة يعتبر. وكل واحد يقول لي الف وتلتمية جنيه. ما حبش نزاغ لحد. لكن يعني الناس بتحب تسمع الكلام اللي على مزاجها. تمام? هي بدي اي بدي كده اللي هو الفريملس او اللي هو بدون حواف. جات لنا بقى الايه? اول شاشة معانا. وجاه منها بفضل اللي هي عدد الدل للالترا شرب. اليو اربعة وعشرين سبعتاشر اتش. جاية بالقعدة الاصلية المعدن. اللي هي الدل. سواء نتركبها كده. طيب مواصفات الشاشة دي بقى ايه? دي اربعة وعشرين بوصة. فيرو فريم. فيرو فريم يعني ما لهاش اي فريم خالص. في شاشات ممكن تكون فريم. س هنعرضها كمان شوية. بيباليها فريم من تحت. انما دي فيرو فريم ما لهاش اي فريم خالص. بتيجي طبعا اضاء ال اي دي. اس ارشي بي تسعة وتسعين في المية. او دوب ارشي بي اربعة وسبعين في المية. الف وتسعمائة وعشرين في الف وتمانين. اه طبعا كل الشيط اللي بنعرضها ستين هرتس. والنسبة للمداخل الموجودة في الشاشة. فيها اتش دي. دي سبلي بورت. وده دي سبلي بورت قوت. ده اللي هو عشان توصل اه من الشاشة دي شاشة تانية. مخرج قوضي قوت عشان عايز توصل سماعة خارجية. وفيها مخرجين من هنا. ومخرجين من هنا. ماشي? دي كده بالنسبة. وده شكل الشاشة هون من الضغط. طبعا متحرك تنزل الشاشة تلاحها تلفها يمين تلفها شمال زي ما انت حابب تمام. تمام? دي سعرها كام? احنا كنا فترة اخيرا تنعرضها بالفين تلتمية والفين تلتمية وخمسين. الدفعة دي فضل اللاجب بسعر كويس. يعني عندي دلاتي منها تنشر شاشة هنعرضها بالفين وامتين جنيه. تمام كده? يعني يعتبر ده سعر مميز حاليا بنسبة لسعر السوق الفين وامتين جنيه. دي موديل بتاعها دل اربعة وعشرين سبعتاشر اتش. ندخل بقى على الشاشة التانية الشاشة المطلوبة جماهريا. معلش يا جماعة انا اصلا على فكرة الفيديو كله اصلا اتصور لوحده والفيديو اللي بيتصور ده فيديو تاني. لان الشاشة دي جاد بعد ما خلصت تصور الفيديو فقلت بالمرة بقى لازم ايه? لازم نصورها وننزلها بالمرة في العرض. الاتش بي الفيت تلاتة وعشرين ان الجي تو. يمكن اكون نزلتها على المنتدى. الحمد لله في ناس كتير اصلا بالمنتدى جون مشتروا منها من العدد اللي فات. فضغط احنا بنصورها برضو على اليوتيوب. طبعا الشاشة دي معروفة جدا وغنية عن التعريف من شركة الشاشة بفضل الله جاية بالقاعدة الاصلية. قاعدة الشاشة بالزبط يعني مش مركب لها مثلا قاعدة دانية او كده. طبعا قاعدة متحركة. تقدر تنزل الشاشة كده. تقدر تطلعها تلفها يمين تلفها شمال وكلام ده كله. طيب ايه هي المداخل الموجودة في الشاشة? الشاشة فيها وفيها 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 وعندك هنا مدخل هنا من جنب مدخلين من نوع طبعا الشاشة دي من الشاشات بصراحة بصراحة شكل الشاشة يعني الناس كلها بتشتريها والله بجده عشان شكلها. الشاشة دي بتيجي ببانا الاي بي اس باس ار جي بي اربعة وتسعين في المية وبروزلوشن فول اتش دي الف وتسعمية وعشرين في الف وتمانين. ابعد ستاشر على تسعة طبعا ال اي اي دي. اه ستين هرتز. فيه ناس بتقول انها بتجيب ستة وصعبين هرتز انا ما جربتش بصراحة بس فيه ناس يعني جربتها وخدوها مني. اه بس هي دي كل مواصفاتها يعني. طبعا اه بس معلش ملحوظة عشان برضو الناس زي ما بتتعبنا في النقاط دي. بص يا جماعة واحنا بنفرز الشاشات انا دايما بقول كده. اه لما بنقول شاشة فارزة اول اهم حاجة الازيزة. فما معلش في ناس انا هي بتشتريها بمرة اللي فاتت كما بيقولوا يكلموني على الاعداء دي فيها خربوش دي فيها كده. انا بقول دايما الاواعاد للمعدن دايما ممكن يكون فيها شوية خربيش بسيطة. مش عايز اعداء معدن خد لك اعداء بلسك. الاعداء بلسك مباشر فيها خربيش. انما انت باعي السلسان على الاعداء الاصلية دي حاجة ترجع لك ايه مسلا اهو. يعني فيه ناس والله بتكلمني على خربيش زي دي. واضح يا يونس? اهو داي خربوش بصي في الاعداء? شايف الخربوش بصيط في الاعداء? يقول لك اه يقول لك لا الشاشة كده بش فارزة اولا احنا قلنا مئة مرة الفارز على الاساس اتنفسها مناش دعوة بالاعداء والكلام ده كله. والشاشة دي عاملة الفين ومية جينيه. هي غالية شوية. يعني بالنسبة الاربع وعشرين بوصل الالترا شارب الفين ومائتين. دي فار مية جينيه طبعا مفروض في الطبيعة بتبقى ارخص من كده. لكن الناس اللي متبع على السوق عارفة ان الجيتو لها سعر الوحدة بعيدة عن السوق كله. يعني هي لوحدها بسعر والسوق كله بسعر تاني. فلو هنقارنها ما بينها وبين الدل اللي هي الالترا شارب اللي انا لسه كنت عارضها. فالالترا شارب الصراحة كدكت الوان وبشكل عام هتبقى حسن منها. اما لو انت عايز حاجة شكلها شيك برضو بش مهتم اوي ان اللون يطلع دي اربعة وتسعين في المية اف ارشي بيت تانية تسعة وتسعين فانت بش مهتم اوي ان اللون يطلع مضبوط لكن بتدور على الشكل الاشاك يبقى هتخليك في الشاشة دي. ندخل بقى على مقاس السبعة وعشرين بوصة. هم موديلين بس اللي موجودين في السبعة وعشرين بوصة. هاعرضهم دلوقتي. ولوكم العرض اللي عليهم لان انا كان المفروض العرض اخره النهاردة جمعة. لكن عشان برضو الفيديو لسه هينزل وبرضه عشان فيه ناس بتبقى لسه مرة يعني لسه شايف الفيديو كده. انا عملك العرض على المنتده بس مش كل الناس عارف ان المنتده بيوصل لها. احنا عملنا عرض على الجوجل تلات تلاف و تلتمية بدل تلات تلاف وخمسمية. ولقيت شبيف زد سبعة وعشرين ان الجي وان العرضها داتي. عملنا عليها عرض تلات تلاف وانتين بدل تلات تلاف وربعمية. تمام كده? لان انا هدي فرصة للسبت يعني هيبقى معنا جمعة وسابت. بعد السبت هارفع الاسعار ورجحتين. تمام? بالنسبة للشغل الجديد. سواء تلاتين سبعة وعشرين سبعة وعشرين كل الحاجات دي يا جماعة. لسه قدامنا للأسف شهر لان الحواية هتتأخر شوية. فانا وما حدش دائما هيجيب الحاجة امتى ولا هيجيب ايه? فالظروف دائما هي يعني بيحصل ظروف زي كده كتير ممكن ظروف لي انا شخصيا تمنعني ان انا اروح. فعشان كده بنصح دائما الناس من كده. فانا معلش بعتمزل لو حد انا اثار ان هو يستناني غصبا عني والله. طيب مواصفات الجوجل ايه? جوجل دي والله عظيم يا جماعة من الشاشات المظلومة جدا. جدا. يعني ناس كتيرة تقول لها جوجل تقول لك جوجل ايه عم يعني جوجل انا عايز مثلا. دايما الناس تقول لك مثلا جي وان طب ليه مشكلة لو انت مثلا مش عايز يقول لك عشان الطيب سي. طب عندي جوجل مثلا فيها طيب سي. يقول لي اصلي جوجل انا مش عارفها وكده. انا عارف ان في ناس كتيرا متعرفش لكن هي جوجل مش بتصنع شاشات. وانا وضعت الكم ده في كذا فيديو قبل كده. قلت ان شركات زي وديل هما اللي بيصنعون لها البوردة والبنل طبعا اللي جي لكن البوردة هم اللي بيصنعها فجوجل اصلا ملهاش علاقة بالتصنيع هي بس الشركة بتعملها بمسمى جوجل عشان تتحطي بشركة جوجل عشان بس منسبة فاهمة. فانت هنا بتشتري اكينك شاشة اتش بي. طيب شاشة دي يا جماعة الكتعة اللي موجودة عندي الفين وتوانتاشر والفين وتوانتاشر وفي منها الفين وعشرين. انا برضو بحب شعارد الفين وعشرين عشان هي بتيجو ليلة بس الاكتر الفين وتوانتاشر. ال اتش بي في س هبع عشرين ان الجيتو. اصلا انتاجها الفين وتوانتاشر اللي بيجى هنا في مصر وكل اللي شفتم كان انتاجهم الفين وتوانتاشر. فالجوجل في منها نسخ زي الجيتو وفي منها نسخ احداث من الجيتو زي اني يعتبر فيها نفس المداخل اللي موجودة في الجيتو. في ناس تقول لك انا مش عايز جوجل عشان ضهرا على سيدة كدة. انا بصراح مش عارف تفكير الناس زي. انت بتباعد قدام شاشة ولا بتتفرج على ظهرها. انت عايب بتشوف الشاشة. انا بديكم والله نصيحة لان شاشة الجيتو سعرها اربعة والله اعلم في الحقيقة جهة بسعرها كام. ففرق الجيل في السعر. وانت بتتكلم ان الاريون واحدة هي اعتبر المداخل اللي انا اريدها واحدة. بس يعني كل واحد برضو بيبقى حر. طبعا ده الموديل بتاع الجوجل اهو. تصوره لي بي سبعة وعشرين طبانتاشر ايه في. يعني القطة على ما هي اتش دي. الاتش بي فيها واحد اتش دي على ذكره. ومعاكة فالشاشة طبعا فيها كل المواصفات اللي انت محتاجها. سبعة وعشرين بوصة طبعا. بتيجي الشاشة هنا من قدام بدون حواف ملاحش اي فريم. بتاعها الفين خمسمائة وستين في الف ربعمية واربين. بقنا طبعا بتيجي بس ارش بي. اه تسعة وتفعين في المية. تمام? كلا دي كل مواصفات الشاشة وزرار التحكم من قدام زرار وفيها ميزة اللي هو تقسيم الشاشة نصين. يعني نشغل عليها حاجتين في نفس الوقت. ندخل بقى على اخر شاشة معنا. الاتش بي زد سبعة وعشرين ان الجي وان. دي سبعة وعشرين بوصة. برضو بدون حواف. رزولوشان توكي الفين خمسمائة وستين في الف ربعمية واربين بي. البنال بتاعها اي بي اس بتيجي باس ارش بي تسعة وتسعين في المية. الشاشة هنا من قدام بتيجي بزرار التحكم برضو تتش وفيها ميزة اللي هو تقسيم الشاشة نصين. والاختلاف ما بينها وبين جوجل في المداخل. يعني الاتش بي فيها دي في اي واتش دي وفيها ميني وفيها اربع مخارج يو اس بي سري هو ده الفرق ما بينهم. اللي اتنين بقى وعد متحركة ولكن ليست قاعدة الموديل. يعني بيديك قاعدة متحركة بتركب على الشاشة وتطلع وتنصر كل حاجة لكن بش قاعدة الموديل. دي عرضها تلات تلاف ومتين بدل تلاتة ربعمية. وعلى فكرة انا بقى بيحها تلاتة ربعمية برر بتباع بتلاتة تلاتة تسعمية والله لسا شايفة على الفيسبوك. والجوجل بنباحة بتلاتة تلتمية بدل تلاتة خمسمية. العرض ده اخره بكرة الثبت. يعني من اول يوم الحد ان شاء الله اذا كان فاضل لسا عدد فالاسعار بتاعتهم هترجعتين. اسف ان انا طولت عليكم. بالنسبة للعنوان بتاعتنا ان شاء الله وارقامة الفناتة بسبب لكم تحت وانا شغال. اه لو انت وصلت الحد هنا واش مشترك في القناة او او اش عامل لايك يعني بصراحة يعني بقدر خيرك عملتان لايك او شارت في القناة عشان ده بيدعمنا دايما ان انا وصل اول باول. نشوفكم دايما في عروض جديدة انتظروا ان شاء الله بازم الله يعني بازم الله بازم واحد احد لو ربنا قرم والسابع وعشرين او تلاتين او تلاتين جم بازم الله بزاد في الاتنين ومتلاتين ومتلاتين وعد باني كده اه ان شاء الله هنعمل عليهم عروض قوية جدا. عروض مبهرة كده وهتفجر السوق كله ان شاء الله بس يعني بقى بحبش اقدم حاجة لما بيجو ساعتها ان شاء الله ربنا يكرمي. عشان الواحد بس ما بيحبش يصطبك الاحادث. اسف ان نها طولت عليكم. كان معكم انسف شبراوي. السلام عليكم وبركاته.